وجود الإنسان فيه شيء أهم من الوجود المادة والفكرة المؤقتة في الحياة فيه شيء أهم تعرف أنه فيه حتى فلسفات كثيرة اللي كلها بتتمحور حول الوجود لكن الكتاب المقدس يعني بيأخذنا إلى شيء أبعد من هذا الوجود بيعطيك عن المعنى والهدف لهذا الوجود أنا بتذكر كلمات لما كنت بدرس فلسفة كلمات الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت اللي بقول أنا أفكر إذن أنا موجود بس أنت موجود لهدف أنت موجود لهدف وإذا اكتشفت الهدف في حياتك رح تدرك شخصيتك رح تبين المعدن الهوية بتاعتك مين أنت وطبعا لما بتدرك هذه الهوية بتاعتك بيصير عندك هدف للحياة وهذا الهدف هو مصيري أن حياة الإنسان مش لنأكل ونشرب وغدا نموت لكن فعلا في شيء أبعد من هذا الجسد المحدود المغلف اللي احنا عايشين فيه اللي ما بعد الموت اللي هو الأبدية وأنا أقول لك في هذا اليوم لا تغامر ولا تقامر بنفسك نفسك أغلى شيء في هذا الوجود لدرجة أن المسيح جاء ومات من أجل خطيئك وقام لأجل تبريرك حتى يعطيك الحياة الأبدية فقالوا يا رب أنا من اليوم مصاعد أنا بدي أتبعك بدي أعرفك بدي أحبك بدي أختبرك بدي أختبر خلاصك اليوم في حياتي ربي باركك ترجمة نانسي قنقر